كيف يمكننا إقناع شخص ما بالتوقف عن قسف المناطق المدنية؟ أو عدم تجنيد الأطفال؟ أو عدم مهاجمة القرى لنهب الإمدادات الغذائية؟ هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى للمناصرة الفعالة لحماية المدنيين في الصراعات والأزمات. ولكن كيف نقوم بهذه المناصرة للحماية؟ ما المهارات والتقنيات التي يمكننا استخدامها؟ ما هي التكتيكات الناجحة؟ وكيف يمكننا إدارة المخاطر؟ مرحبا بكم وبكنا في بودكاست المناصرة للحماية حيث نقدم التجارب الحقيقية للعاملين في المناصرة أثناء الأزمات في كل حلقة. سنستمع إلى أولئك الذين ليسوا في أروقة مباني الأمم المتحدة في نيويورك، بل إلى أولئك الذين يواجهون واللواتي يواجهن الجهات الفاعلة منها المسلحة وجهاً لواجه في القطوط الأمامية لمناطق النزاع. يأتي هذا البودكاست من مجموعة عمل المناصرة لمجموعة الحماية العالمية، يرجى العلم أنه يحتوي على مناقشات حول العنف والإساءة والاستغلال الذي يواجه المدنيون في الصراعات والأزمات. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بسلسلة بودكاست المناصرة من أجل الحماية. أنا نزار عواد، مدير قسم المناصرة والسياسات والأبحاث بمكتب أوكسفان في لبنان. اليوم بحلقتنا رح نحكي عن المناصرة من أجل حقوق الإنسان بالعالم العربي ولبنان. وللشرف أن تكون ضيفتنا اليوم جمانا مرعي، مديرة مكتب بيروت للمعهد العربي لحقوق الإنسان وناشطة حقوقية ونسوية. جمانا حتشاركنا تجاربها الخاصة وأفكارها ومقترحاتها لتعزيز المناصرة من أجل الحماية لحقوق الإنسان من منطلقها النسوية. جمانا أهلا وسهلا فيك، نحن سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم. جمانا إذا فينا نبلش حلقتنا أن تخبرنا أنت كيف تصفي نفسك؟ هل أنت مناضلة نسوية أو خبيرة بحقوق الإنسان؟ وإذا فيك تخبرنا أكثر كيف بلشت العمل بهذا المجال؟ أنا مناضلة، مناضلة أولاً ومناضلة أخيراً. وإذا عندي صار معرفة وخبرة بمجالات حقوق الإنسان وحقوق النساء فهي من أجل تحسين المناضلة لتحقيق المساواة بين الجنسين. مشانيك أنا بشكرك العنوان العريض أنه المناضلة. وبعتقد أهم شغلة بعملية المناصرة هي العمل بروح المناضلة. العمل بروح واحد حامل قضية إلى الأخير دون أي إحباط. وعنده الاستعداد أنه يعدل كل مرة خطوات العمل وفق تغير وتبدل السياق. أمتى بدأت؟ أنا بدأت عملي النضالي. بلشت بالحرب الأهلية كنت طفلة وكان نضال نروح نجيب ماي ونروح نشتري خبز ونروح. يعني هيكي حفز فيها الروح التمرد. بعتقد أول مرة كان عندي عمل هلأ اليوم بشوفه عمل نضالي. هو يوم الاشتياح الإسرائيلي الأول سنة 78. كنت بالمدرسة كنت بصف الثالث متوسط وصار الاشتياح وتحولنا بالمدرسة لعدد من الطلاب والطالبات طبعا المدرسة تسكرت. وصرنا عم نشتغل بعملية جمع المساعدات للنازحين والنازحات. بقدر ما كانتها التجربة متواضعة بقدر ما خلتنا بلش شوف قديش شو يعني معاناة الناس شو يعني هيكي وجعل الناس. وقديش فكرة التضامن مهمة وقديش العمل مع الناس بريح الناس وبنفس الوقت بحسسنا بقيمتنا الإنسانية أكتر. من بعد أنا ناشطة كنت بالطلابية على المستوى المرحلة السنوية طبعا بأيامنا بالثمانينات. آخر الثمانينات كان العمل الطلاب يختلف تماما. كان عنا الانتخابات اللي جاء الطلابية وكان في منافسة وكان عنا يعني عمل مطلب طلاب. ومن بعدها كمان بالجامعة أنا كنت ناشطة ضمن الحركة الطلابية بالجامعة اللبنانية اللي مع الأسف اليوم معطلة ومعلقة العمل فيها. وهكذا العمل الشبابي الطلابي خلاني شوف تحديدا بالجامعة خلاني شوف كل موضوع التمييز ضد النساء. وقلاني هيك بمطارح كتير شوف حالي أنه عم واجه زملائي وحتى زميلاتي لأنه امرأة. ومن هون كان الغضب الثاني يمكن يلي حولنا طبعا انتقلت للعمل للنسوة بقول مش للنسائي. لأنه من الأساس أنا كنت بجامعية بتشتغل من أجل الغاء التمييز ضد النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين. وليس جامعية خدمات للنساء أو جامعية بتنشط فيها النساء بالمجال الألعاب. وهذه كانت البداية وهذه الأشياء يمكن اللي بحس أنه كانت أساسية بهكي توجيهة وصاق القيمة يلي اليوم أنا بقول أنه أنا سعيدة فيها. حلو كثير. جمانا خبرتين عن تاريخك الطويل بمجال النضاء للنسوة. برأيك كيف بتشوفي أنه النشاط الحقوقي ومناصرة حقوق الإنسان تغيروا مع الوقت بمنطقتنا؟ كيف ولاش؟ وبرأيك كيف تغيروا بشكل خاص بالنسبة للنساء؟ أكيد تغيرت كثير أضايا المناصرة أقلوا من ناحية النشطات والنشطات يلي كانوا ما كثير يهتموا ببناء قدرات أصحاب الحقوق. بالوقت اللي اليوم لا عم نركز كثير على عملية بناء قدرات أصحاب الحق والصدارة لقلن والأولوية لقلن تحديد القضايا وتحديد أولويات المناصرة لقلن. ونحن داعمين وداعمات لقلن. بعتقد هذه المقاربة كانت جزرية بتحول عملية المناصرة. المسألة الثانية يلي صارت وأنا برأي من بعد مؤتمر باكين بال95 يلي طرح قضية حقوق النساء جزء أساسي لا يتجزأ من حقوق الإنسان وطرح مسألة إدماج المقاربة مقاربة المساواة بين الجنسين بعمل كل المؤسسات. وأنا برأيي هذه الخطوة الثانية كانت مهمة لدى المنظمات الحقوقية ولدى المنظمات التنموية يلي عم تشتغل مناصرة أن تدخل قضايا النساء بشكل أو بآخر بعملها بخطابة بمقارباتها حتى برامج عملها وبتوجهها للفئات أصحاب الحقوق يتوجهوا للنساء بواقع النساء مثل ما هو بقدرات النساء مثل ما هي ويشتغلوا معهم. أنا برأيي كمان هذا تحول جيد إدماج مقاربة المساواة بين الجنسين أو المساواة الجندرية ولو أنه اليوم أعمل إيامي بالمنطقة العربية على كلمة الجندر وكلمة النوع الاجتماعي رؤيتنا الأساسية هي المساواة الفعلية بين الجنسين إن كان بدنا نستخدم كلمة جندرية أو غن جندرية. الخطوة الثالثة اللي كمان مهمة واختلفت على المدارين الخمسة عشر سنة يمكن الأخيرة هي صار فيه تحالفات تحالفات بين منظمات محلية ومنظمات وطنية وتحالفات إقليمية كمان هالتحالفات كانت بكثير من الأوقات هي جزء من حملات عالمية وهذه بتعطي قوة لعملية المناصرة بتعطي زخم أكبر يعني فكرة ميتو يلي من كم سنة وقتها حكينا عن العنف الجنسي ضد النساء والطفلات مسألة طفلات مش عرايس يلي حملة عالمية لمناهضة تزويج لطفلات الحملة العالمية لرفع التحفزات عن اتفاقية سدا وأنا برأيي هاي دي فكرة إنه تكون حملاتك الوطنية جزء من حملات إقليمية وجزء من حملات عالمية كمان هاي مسألة كتير مهمة مهمة لأنه بتخلينا نواكب التطورات عالميا مهمة لأنه بتخلينا نوصل للعالم قضايانا بشكل أفضل ومهمة لأنه كمان بتخلينا نعرف نبني تحالفاتنا بشكل أكبر وهي مسألة كتير مهمة للمناصرة شكرا جومانا حكيت عن كيف بلش الحديث من سنة 1995 بمؤتمر باكين عن إدماج حقوق النساء كجزء لا يتجزء من حقوق الإنسان بس لحد اليوم في العديد بيعتبروا أنه حقوق الإنسان وأدوات حقوق الإنسان غير نسويين وبالمقابل في العديد من الأشخاص أو المجموعات اللي بيعتبروا أنه قضايا النساء أو القضايا النسوية بشكل عام من أولوية وخاصة بأوقات النزاعات هل برأيك أنه النشاط النسوي بعرق العمل التقني حول حقوق الإنسان وكيف تشوف أنه هؤلاء الأمرين يتفاعلوا مع بعض؟ أولاً خلينا نحدد الإشكالية الإشكالية ليست بأليات حقوق الإنسان إنما الإشكالية هي بطريقة عملنا وبطريقة عمل منظمات حقوق الإنسان خلينا نكون واضحين بهذه المسألة الإلية لا تمنعنا أنه نستخدمها والإلية ما بتحد من إمكانية أن تطرح قضايا المساواة بين الجنسان من ضمنها إنما هناك يمكن تقاعص أو يمكن بعد ما كتير منظمات حقوق الإنسان وحركة حقوق الإنسان خاصة بالمنطقة العربية اعتبرت أنه قضايا النساء أولوية من ضمن أولويات حقوق الإنسان وإذا بدك هي الجوهر لحقوق الإنسان لما نحكي عن المساواة وعدم التمييز أكتر شغلة صارخة بهذا المجال هي التمييز والعنف المصلط ضد النساء أنا برأي حتى هم بكتير من المطارح في مبادرات لاستخدام الآليات الدولية لحقوق الإنسان من أجل المساواة الجندرية يعني مثلا أنا عم بحكي على مستوى لبنان لما عملنا تقارير اليو بي آر كتير من قضايانا الأساسية يلي نحنا كحركة نسوية عم نشتغل عليها مناصرة مثل موضوع الحق بالجنسية مثل موضوع إقرار قانون مناهضة العنف ضد النساء مثل قانون الكوتة النسائية بالقانون الانتخابي مثل موضوع الحق الأم اللبنانية إنها تعطي جنسيتها لأطفالها كل قضايا تم إدراجها بتقرير الاستعراض الدوري الشامل وتم هذا الشيء من ناحيتين من ناحية أولا المنظمات الحقوقية كانت مصرة على أن تعتمد مقاربة شمولية وبالتالي شملوا حقوق النساء بها التقرير وأيضا الحرك النسوي كان عندها إسرار أنه نسب قضايانا إلى التقارير المختلفة يعني أعدت الحرك النسوي تقرير موحد وإنما لما حكيوا عن مناهضة التعذيب دخلنا قسم بقلبه لما حكيوا عن الحقوق المدنية والسياسية دخلنا موضوع الجنسية وموضوع الحماية من العنف لما حكيوا عن الموضوع الكوتا الانتخابية لما حكيوا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دخلنا إشكالية تعليم الطفلات والنساء دخلنا إشكالية المرأة في العمل يعني المسألة بدأ جهتان يكونوا حاضرين الحرك النسوية تكون حاضرة بمطالبة والحركة الحقوقية تكون مستعدة لأن تكون عم تشتغل بمقاربة حقوق الانسان اللي هي الشمولية وما فيها تجزئة وتتعاطى مع الحقوق النساء ومع قضايا النساء بكون جزء أساسي من قضايا حقوق الانسان باعتقد الضغط من الثاني بهذا المجال والعمل من الثاني ويمكن نشحة الحركة النسوية أنه ضغطت على الحركة الحقوقية لأدماش قضايا النساء وطبعا أنا بقول هون وبرجع بربطه بالشي اللي ذكرناه من قبل في شغل على المستوى الدول اللي صار وكمان إله أثره وإله تأثيره على عمل المنظمات الوطنية بأنه تدخل مقاربة المساواة بين الجنسان بعمله بدي أرجع ردنا شوي على تجربتك الشخصية أنت كثير شاركت بندوات عالمية وندوات إقليمية حول قضايا النساء وحقوق الانسان بشكل عام شو كانت أهم التحديات اللي وجهتها كأمرأة بهذا المجال وكأمرأة أو مناضلة عربية بالتحديد؟ فعلا التحديات واجهناهن واجهنا التحدي بكوننا نساء خاصة يعني نساء وكمان يعني أنا دخلت واجهت أيضا إشكالية شابة بالحركة النسوية كمان بمكان آخر إذا بدك وجه آخر للذكورية هي كمان إنه الشابات ما يشاركوا بعتقد التحديات كانت كيف ممكن تم اختيار نساء ضمن الوفود كيف ممكن حتى الجهات الداعية إنه تدعي نساء وتدعي نساء شابات وبعتقد أنا كنت بمنظمة نسوية كان عندنا إسرار إنه الشابات يكون إلهم دور ولما كانت تجي دعوات كان الجيل الأقدم يعطي الفرص للشابات وبعتقد هايدي المسألة لازم تصير تقليد تقليد بكل عمل المنظمات يعني لازم فعلا نفكر بكوتة شبابية لازم فعلا نفكر بيحيز للشابات داخل المنظمات لحتى يقووا لحتى يتمكنوا لحتى يطور عملهم لحتى أيضا يقدروا يشاركوا بالمؤتمرات الدولية وبالمؤتمرات الإقليمية وحتى بالمؤتمرات الوطنية على المستوى العربي بذكر أكتر شيء واجهنا هايدي الإشكالية خلال مشاركتنا أكتر من مرة ضمن لجنة مركز المرأة بنيويورك الكوكس العربي كنا نتعرض كتير للضغطات وأيضا يمكن أكتر من مرة بالزيارات المدافعة لدى الاتحاد الأوروبي كمان كنا هيك ببعض المطارح نشعر مع بعض المسؤولين أنه ما كتير في حيز لا يسمعوا صوت المنطقة العربية وبعتقد هذه المسائل تجاوزناها لما أصبحت المنظمات العربية جزء من شبكات أورو متوسطية وشبكات عالمية قدرنا أكتر وهون أنا برجع بقول المناصرة لازم تكون باتساق على عدة مستويات والتحالفات والاقتلافات والتشبيك كتير مهمين لنجاح عملية المناصرة يمكن نحن على مستوى حتى بعض الدول العربية بفترة كانوا النشطاء ما يقدروا يحكوا بالمحافل الدولية عن الإشكاليات اللي بتتعلق بحقوق الإنسان ببلدهم كان فيه نشطاء من دول تانية ضمن هالشبكات يطرحوا ويعلوا الصوت وهي شكل من أشكال حماية الناس والحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان شكرا جوانا سؤالي الأخير لقاليك اليوم المنطقة تبعنا عم تقطع بأوقات وظروف صعبة جدا من بعد غزة واليمن والسودان وسوريا والعراق والبنان ولكن غزة اليوم بالتحديد إذا عندك أي توصيات بتعتبر أنه لازم نخذها بعين الاعتبار من أجل تعزيز حقوق الإنسان بمنطقتنا وتعزيز المناصرة من أجل حقوق الإنسان شو هي هذه التوصيات وشو هي رسالتك للشباب والنساء بالتحديد أولاً لازم نطرح الإشكالية الي اليوم عم نشوفها عم بتواجه حركة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية مع تنامي العدوان الإسرائيلي وتنامي الانتهاكات لحقوق الإنسان حتى بأكتر من دولة عربية بلشنا نسمع لغة التشكيك بحقوق الإنسان ولغة ما بدي يقول التخوين بقدر ما هي الاستهتار أو ما بعرف إذا منقول استخدام الدعابة والمسخرة يعني لكل اللي عم يشتغلوا بقضايا حقوق الإنسان وحتى القطر بالموضوع أنه عم نسمعها من نشطاء ونشطات يعني أنا مبارح كنت عم شوف شغلة على الفيسبوك حدا ماسك هيكي كاتبين حقوق الإنسان ومصورين كيف عم يخزقوا أنا برأيي اليوم أكتر وقت نحنا بحاجة أنه نتمسك بحقوق الإنسان أكتر وقت بحاجة نفكر كيف نستخدم آليات حقوق الإنسان لنحمي الناس الأمل إجا من جنوب أفريقيا لما استخدموا آليات العدالة الدولية وأكتر من هيك أكتر ناس عم بيطالبوا بحقوق الإنسان هن الشعب الفلسطيني هن الناس بغزة تحت القصف وتحت العدوان اللي تمسكوا أكتر شيء بمبادرة جنوب أفريقيا بتقديم شكوى ضد إسرائيل على جرائم الإبادة البشرية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية اللي عم بتقوم فيها أنا برأيي نحن أصحاب حق صاحب الحق محكوم يظل يدافع عن حقه لأخ النفس ما ممكن صاحب الحق أنه يتنازل عن حقه أمام الاستبداد أو يتنازل عن حقه أمام الغطرصة أو يتنازل عن حقه أمام دوان الغاشم بالعكس أنا برأيي هايدي أوقات لازم أكتر نتمسك فيها بحقوقنا هايدي أوقات أكتر لازم نفكر فيها كيف نوسق كل ما يحصل لتقديمة للهيئات الدولية وبعتقد ما حصل اليوم بكل العالم أكتر لازم نحطنا أمام هايكي كمنظمات أمام تحديات كيف نقوي عملية التضامن الإنساني بعتقد أنه هي كانت ضعيفة بحاجة أكتر هايكي جنوب أفريقيا صفعت العالم بفكرة التضامن الإنساني من أجل حماية الحقوق ومن أجل حماية كرامة الشعب الفلسطيني بعتقد لازم أكتر نفكر بكيف نطور آليات التضامن الإنساني وكيف نخلق برامج عمل قائمة على فكرة التضامن الإنساني مسألة تانية وبعتقد كلنا لازم نكون نوحد جهودنا لتطوير حتى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يلي شفناه لغاية اليوم أنه الآليات ما كتير فعالة لازم أكتر نقوي ونشتغل مع بعض لحتى نقوي هالآليات والمسألة الأهم حتى اليوم الأمم المتحدة برهنت أنه هيئة الدول وليست هيئة الشعوب كيف ممكن كمان نقوي جهدنا مع بعضنا لا تصير الأمم المتحدة هي للشعوب وكيف نخلق تضامن الشعوب بكل العالم بالنهاية كل الشعوب هني أصحاب حقوق وما منقدر نقلوا بالآية إلا إذا وعينا حقوقنا أكتر تمسكنا فيها أكتر ودافعنا عنا أكتر ومحكمين بهذا المسار محكمين أنه نضغط حتى داخل المجتمع الدولي على فكرة دور الشعوب وحق الشعوب في تقرير مصيرة وهي جوهر حقوق الإنساني يعني نحن لما نحكي عن الحقوق أساسها قائم على احترام الكرام الإنسانية للبشر وإعطاء أكبر قدرة من الحرية والتحرر لنقدر نتمتع بالحقوق ويكون عنا حق تقرير المصير إن كان على المستوى الفردي أو على المستوى الوطني بكل دولة بتصور عنا كمحطات نضالية لازم نعلي الصوت فيها على تعزيز دور الشعوب على أكتر كيف نقوّن ناس بأنها تقرر مصيرة أكتر عنا شغل على تقوية التضامن والتضامن الإنساني كيف شعوب العالم تتضامن مع بعضها لنحمي حقوق الإنسان ولنعزز الكرام الإنساني وليصير كل حدا منا مؤمن طالما فيه إنسان مظلوم بدنا نحن حقوق الإنسان بده ينشغل عليها أنا بقول محكمين بالتحالف محكمين بالأمل محكمين ومحكمات بالأمل محكمين ومحكمات بأنه نتوحد وننظم شغلنا ونعرف كيف نسوّب قضايانا المطلبية من أجل تعزيز الكرام الإنسانية ومن أجل كمان أكتر إدماج قضايا النساء ومسألة يعني شو دورنا بمسألة العدالة الدولية كيف ممكن ننسب قضايا المساواة بين الجنسان كأساس بمسألة العدالة الدولية امتحاننا بالمرحلة القادمة كيف أكتر نعلي الصوت عالميا بالعدالة الدولية كيف ننسب قضايا النساء لا تكون جزء من هالعدالة دولية كيف نعلي أكتر صوتنا ضد كل جرائم اللي عم بطال النساء من عنف جنسي ومن إبادة ومن جرائم ضد الإنسانية لحتى ننتزع العدالة للنساء بدون مشاركة النساء وبدون طرح قضايا النساء مش رح يكون فيه عدالة ونحن كنساء لازم نناضل داخل الحركة العالمية لأنهم بها الأفكار كان إلنا الشرف أن تكون معنا اليوم شكرا كتير لأنه شاركتنا تجاربك الخاصة أفكارك خبراتك وتوصياتك اللي هن أساس للعمل النسوي وعمل المناصرة بهلأ وبالسنين لأدمي إذا عندك أي كلمات أخيرة للمستمعين أنا مني متشائمة رغم انسداد الأفق مني متشائمة لأنه الناس عم توعى حقها أكتر ومني متشائمة لأنه الناس مستعدة لأنها تدافع عن حقها بعتقد سمود أهل غزة هو درس لكل أصحاب الحقوق بالعالم كيف نتشبس بحقنا وكيف ندافع عنه حتى النفس الأخير بعتقد الإرادة موجودة بعتقد توجه بأنه نظلنا عم نشتغل على تمكين أصحاب الحقوق وأعلاء الصوت بقضاياهم وتمكينهم من أنه يعلوا الصوت بقضاياهم ويدافعوا عن حقوقهم ويدافعوا عن مصالحهم ويعرفوا يحموا مصالحهم بتصور نحن دورنا الأساسي نخلي الناس تعرف تحمي مصالحها وتدافع عنها طالما عم نشتغل بهيدا الاتجاه بتصور للمساواة قابلة أن تتحقق والحقوق قابلة أن نعيشها بدون تمييز وفعلا نكون فيه كرامة إنسانية لكل الناس شكرا جمانا وشكرا لجميع المستمعين وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من بودكاست المناصرة من أجل الحماية شكرا للاستماعي لهذه الحلقة من بودكاست المناصرة من أجل الحماية وهي من إنتاج مجموعة عمل المناصرة لمجموعة الحماية العالمية والتي تشارك أوكسفام في قيادتها مع منظمة إنقاذ الدفولة وتدوم عضاء من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكلات الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر